السلام عليكم. رب يكون الجميع بخير. النهاردة بس هنكمل الجزء الثاني من الحضرة اللي احنا اللي كانت بداية الفلاتر وآآ هتكون بتتكلم عن عن الفلاتر اخذنا مرة فاتت بعض المفاهيم الاساسية في الفلاتر وعرفنا ان هي ان هو عبارة عن طوام المجموعة من وعرفنا الفرق من وعرفنا ان في تري و تري دي بيحصل لها ايه? بحصل لها رندرينج. عرفنا ان انا ايه? ان انا بكون اي عندي اي دوزاين عندي ان انا بعمل ايه? ان انا بكون بحط عمل وحطهم كاين اللي بحط بيجو كده واجمعه مع بعضه. بيديني ايه? بيديني الشكل بتاعي في النهاية. وبدأنا عشان نكون الشكل بتاعنا بدأنا نشوف انواع في منهم زي ما هو. ببتين في زي ما اخدنا المرة اللي اخدنا وخدنا 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 بعض ايه? الحاجات اللي هي خاصة بالايه? وقلنا المرة اللي احنا النهاردة هنبتدي ناخد ايه? هنبتدي ناخد بعض اللي هي بتستهدف في ايه? في ايه? او بتاعنا وبتنظم ايه? وبتنظم ترتيب بتاعتي في اللي اخدنا المرة اللي فاتت كمان اهم عندنا اهم عندنا اسمها ايه? اسمها وخدنا المكونات اللي بتنظم وتخلي شكل الشاشة بتاعتي تاخد وخدنا ناخد مكوناة من حاجات اسسية وبدأنا ايه? بدأنا ناخد وخدنا 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 الباضي بتاعها وخدنا النابيجيشن من بطل نابيجيشن ايه? اه على النهاردة نشوف هنبتدي ناخد ايه? ناخد اللغة الايه بتاعتي. طيب. فعلا نمسكهم كده نبتدي ناخد كل كل من الواجت بتاع اللي اوت. ونبتدي نتكلم ايه? نتكلم عنها. اول عندنا بتنظم ترتيب الكمبوننت حاجة اسمها ايه? حاجة اسمها سنتر. فديه من مفوض منها ايه? ان انا لو عندي نفترض من دقيقة بتاعتي. دي الجزء اللي هو بتاع الباضي بتاعي. اللي هو الجزء ده. احنا كنا في في الجزء لولين المفادر اللي قدم اللي هو في الفيديو اللي فات. كنا لو بنكتب تيكست كان بيزهر هنا في الحتة دي. فانا لو حطيت تيكست ده عملت له جوا سنتر. وده بيخلي تيكست يزهر فين? بيخلي الكمبوننت اللي اسمها السنتر دي. بتخلي بتسنتر الكلام فين? في منتصف الايه? المساحة الايه? المساحة اللي موجودة عنه. فهو بيقول لك ايه? هنا بتعمل فين? فين? هنا? اهي. دي كلها اللي جزء اللي ظهر في البضي دي كلها. عشان كده ويظهر للايه? كلمة التيكست موجودة فين? موجودة هنا. طيب. فيه كمان بيتحكم في الهايت والويتس بتاعها بيسموه حاجة اسمها ويتس فاكتور وحاجة اسمها ايه? وحاجة اسمها فاكتور فلو انا حطيتهم بنوارل كده انا بقول له ايه? يخليها تاخد اكبر ايه? اكبر مساحة بالنسبة لنا ايه? بالنسبة لنا عن دي. فهنا ده مساء لو انا كتاب التيكست عادي. قلتول انا عايزه يظهر في النص هنا. فده الكود اللي بيظهرلي الايه? اللي يظهر لي. رفت انا جاي في عادي دي من اخدنا المرة اللي فاتت. وقلنا ان فيها كزا بارت? So. قلنا. انها في هنا وفي ايه? في هنا ايه? وفي الى. قولنا عندنا كمان حاجة. قلنا ان انا لو شلت مسلا هتلاقي بعيت الى. اي يخ 미 belum IF column is here. هتلاقي البضي خب كل الايه? كل الشاشة بتاعتي. فانا رفت جايي بتاعتي حطته فين? حطيت معها سنتر وما حطيتش اي حاجة او كده اخد ايه السنتر اخد معظم ايه? معظم اجزاء ايه? الشاشة. بدأت بعد جواها حط تيكست وانا تيكست هتلاقي متغير بتاعه فانا قلت له ايه لتيكست مسلا وده ايه بتاعي بيها في السنتر فعشان كده الكلام كله ظهر هنا ايه? في السنتر. تعال نشوكل ايه? وقلت الكلام بتاع ايه? ده انا كل اللي همين ان انا ما عملك ده في خالة ايه? تتكل الشاشة. تعال نتجرب نعمل كده الجزء ده. انا رح فارح الاندرويد استوديو. وانا كنت اعمل له عشان ما تاخدش مننا وقت كتير. فتعال نشوف ايه? ده كده اما انا عملت ايه? رح نطلع للكلام ده. تعال ادي ده بتاعنا زي احنا اخدنا المرة اللي فاتت. اقول انا المحفوظ ان احنا خدنا المرة اللي فاتت من الاب بيران من وانا جوا خدت من كلاسها واسمه ماي ااب. فبييجي عشان يران من كلاس ده ويزهل الو اي بروح مدور على وبينفس كل الجواة. بتقول له ايه بتاعنا. فانا جواها جيت في الفون بتاعتي حددتها قلت لها انها اخدت من كلاس انا عمو اسمو سنتر. فانا قلت المرة اللي فاتت عشان نقسم الدنيا بس فانا حطيت كل حاجة في ايه? كل حاجة في ايه? بالنسبات. تعال نشوف كده. انا شو بخلق لانا نراحز ان الشاشة بتاعتنا واحدة شكل وانا رح تقيل له اسكافولد. رح تقيل له ايه? الاب بار بتاعنا بتاعها اسموه ايه? بايزيك ويدجيتس ايه? فراح هاتطلو الهيدر بتاعي صفحة هون. وجيت في البادي ايه? كل اللي انا عملت في البادي بدعت اقول لي بقى. بدعت اقول له ايه? احطي لي ايه? احطي لي ايه? احطي لي ايه? احطي لي الجوية عادية. هعطيت كلمة عادية جدا. بدعت احطي الان لاي من انت هنا بسنتر في ظاهرة في نص الشاشة. طب لو انا الكلام ده عايزة اعمل له محاجزة. اقول له مسلا على سبيل المسال. اتلاقي الكلام كله واخد محاجزة بايه? ستار. اقولت في ميزة هنا في الفلاتر ايه? الوساعة ما بعمل اي حاجة وسايف التعديل بيزهر بالنسبة لنا ايه? بالنسبة لنا اتوماتيك تعالى نرجع عن نوع سنتر تاني. طيب هو كده ظاهر في ايه? لو انا جيت بقى هيرفو مسلا. خليت مسلا تلاتة يبقى انا كده ايه? اقول له ايه? لعاب اللي انا انا كده مش ااخد الايه? الهايت كلب انا هاخد ايه? هاخد تلاتة ايه? لو انا مسلا ما اقسم الهايت مسلا المجموعة من اللي هو يبقى انا كده خدت ايه? خدت جزء بس من الايه? حوالي بس كده بالنسبة لي مش ايه? مش ايه? مش المساحة اللي موجودة عندي ايه? كلها. كلها ما هزود بقى الهايت فاكتورة. مثلا اخدو ليس ده مسلا. ده المساحة بتوسع فبيبتدي ينزل ايه? ينزل بتاحت اكتر وهكزا. طبعا لو انا عايز اعمل له سنتر يعني مش ايه? مش هستغلب اصلا ايه? البراميطور ده. النسبة. كده دي اول ايه? اول احنا ايه? خدناها في. هنا اتكلموا ان انا ملعبت في بتاعها. طيب. تاني عندنا بيسموه حاجة اسمها ايبقى الكنتينر او تاني عندنا اسمها الكنتينر. الكنتينر ده اللي هو ايبقى. لو انا عندي مسلا كنبوننت زي مسلا تيكست ايه او ريتش تيكست وانا هزا احطوله على سبيل المسال فانا في الطبيعي ان انا مش بعرف ايه احط حاجة زي كده فانا ببتدي اقول له ايبقى ببتدي اقول له مش انا احطوله مسلا وببتدي اعلع فيه في البراميطور ازا هتحت وقال لك يفضل انك تحطه جوه ايبقى? جوه حاجة اسمها طيب الكنتينر ده بتقدر تعمل في ايبقى? بتقدر تحط بتقدر تحط له بتقدر تعمل له باي حاجة بتقدر تعمل حاجة اسمها وتقدر تعمل حاجة اسمها فيه. انت كل اللي ايه? كل اللي انت بتعمله كل اللي انت بتعمله بتاقي اي بتاعتك بتطيع تعمل لها رافين في الكنتينر. فبيتقدر تقدر زي ما قلت تلعب في الكلر في وتلعب في ايه? في ايه? في العصائص احنا ممكن نشوفها بالنسبة لي. طيب ده هنا الكنتينر اهو بالنسبة لي. بيقول لك ايبقى هو ايه? بعض ايه? الكونبونت طيب راح احطوا بها كومبونت. ايه? بيقول لك انه ده الكنتينر اهو. بيبتدي ايه? دي الكنبونت بتاعته ايه? والكنتينر بيبتدي ايه? يا عمل ايه? يا عمل يبقى محدود حول انه لتعمبونت. يعني هنا على سبيل المسال اهو. هنا ده بتاعت ايه? بتاعت ايه? وهنا ده الايه? ده الكنتينر. الكنتينر اهو بتاعي اللي هو باللون والاورنج. وانا جيت الايه? بتاعي اهو. وهنا بقدر عن طريق الكونتينر ده تحكم في حاجة اسمها ايه? مارجن. مارجن ده له ايه? مسافة الكونبونت اللي جوه من الكونتينر. حلا هتبقى لزقى في حدود الكونتينر ولا هيبقى في مسافة كده زي ليه. طب المسافة دي هتبقى من كل الاتجاهات ولا من الاتجاه واحد. ده بالنسبة للايه? طب البادينج. احنا هنا دي بتاعتين. في مكتوب جواه. فالتيكست هيبقى لازق من هنا. لازق من فوق ولا في مسافات. المسافات دي بيسموها حاجة اسمها ايه بقى. بسموها بين نسبة. تعالى نشوف كده ازاي بنلعب في حاجة زي كده. انا ده هو عشان اضيف الايه? الكونتينر. فانا عندي هو عشان احط له كل اللي انا عملته ايه? ده اللي كان مكتوب. فانا كل اللي عملته حطيت له حاجة اسمها في ايه? في كونتينر. فبعد كده بدأت اقول له ايه? ايه? احطي لي بتاعة الكونبوننت. بدأت ادي لها الكونتينر. فبقى هو الكونبوننت. بتاع الان? بتاع الكونبوننت. اللي هو التيكست بتاعي. بدأت احط حاجة اسمها وحاجة اسمها بس انا بالنسبة لي مش هادرة. مش تقدر تاخد بالك من حاجات دي لما نحنا نشوفها بايه? يعني انا تعال نشوفها كده. كل اللي انا عايز اغيره بس بالنسبة لي بحنا نقفل السنتر خلاص. ماشي? اجي بس انا عايز ايه? عايز اجرب الكونتينر. احط الكونتينر. خلاص واحدة. اقرف بس مساير ده. اهو بدأ يحطي لي الايه? يحطي لي الايه? الكلام اهو. تعال هنلعب باخل قصائص الكونتينر ونشوف ايه اللي هيحصل بالنسبة. انا هنا ده احنا خلاص بها عارفين انه سكافولد. هو هيت لان احتيه هنا في الاندرويد ومحدد لك مين البيرانت ومين البيتشايلد. احنا بقول لك نسا من الاسكافولد تحت يكام فيه ايه? في باضي في طيب هنا مسلا تحت الكونتينر في اهيه? اللي هو ايه? انا كل الفكرة بالنسبة لي لتشايلز دي ان انا في ايه? ده كده انا خدت الكونتينر اهو خدت من كونتينر فده ايه برامتر في اتفض شكل ايه? ان انا كايين ايه? ان انا كاييني بحط تشايلد كده ايه? جوجل. طيب فانا جيت عالكونتينر اهو خدت عشان تشوف انا جيت مسلا ده بيقول للكالر اهو. عايز اغيره مسلا. كل اللي انا اعمله ان انا ما اغيره. بس اسعيب. طيب. كده انا اغير. افرد انا عايزه يملى الشاشة فهقول له بقى ايه? اغلط له تاعت ايه? 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 دابل دوت ايه? دوت اينفينيتي. فانا كده ايه? اغلط له ايه? اغلط له اعمل هاني. بس انا في حاجة بقى خلته ما يلزقش في الاطراف. لو انا جيت هنا هتلاقيه ملق ايه? ملق الاطراف بتاعت. ده انا عايزه ايه? هو هيبعد قد ايه من بتاعه. طيب انا نشوك تده نبدي مثال. لا عشرين مثلا انت هتلاحظه كده. بص كده. بقى ايه? باخد نسافة من هنا عشرين ومن هنا عشرين ومن تحت كمان عشرين. طيب ده ايه بقى? عشان انا اغلط له حاجة اسمها ايه جي ان ايه سيت وغلط له من كل الاتجاهات. طيب باخد انا مسلا عايز من فوق بس ومن تحت وعايز من ناحية دي ومن ناحية دي يبقى اقول له مسلا ايه? اذا ال ايه جي ايه? سيت بول انا روح اقل له ايه? مسلا. لو انا عايز من فوق لتحت مسلا. رح اقل له سيت ريك. رح اقل له ايه? عشرة مسلا. وعشرة. جديد 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 جديد. أحايله only مش symmetric أحايله only أبتد حدده أنا أريد أن أعجبه من الموضوع Symmetric أحايله Vertical فأنا كده إيه حددت إنه إيه طيبه من فوقه من إيه ومن تحت بس أنا حددت كده Symmetric يعني أنا بحدد فوقه من تحت بس فأكده حدد إيه حدد أنا محتاج كام مثلا ممكن أخلى عشرين مثلا فأنا فأشوف الإختلاف فأكده بدأ بيه بعد إيه مسافة إيه مسافة عشرين بالنسبة فأنا كده حددت إيه حدد إننا Symmetric فأكده أنا عايز بقى من مثلا من ناحية واحدة من مش إيه مش من كل إيه من كل النواحي تدعو له إيه مسلا وحيقض له في مثلا إيه طوب بس نقديل الطوب بعشرين ونشيل كل إيه ونشيل كل الباقي ده كده ممكن أحدد إيه في جاء واحد بس العايز لأيه ما فوق ولا تحت تمام بقى كده حددت إيه حددت ناحية واحدة حددت فوق أو إيه أو تحت أو شمال أو يمين بص كده هتلاحظ هنا إيه هنا هتحدد انت بقى الاتجا انت عايز طوب ولا ليفت ولا رايت ولا ايه بقى انت لو عايز تعمل من فوق بس حط طول عايز تعمل من تحت بس مسافة عايز تعمل من شمال أو مهمين تعمل ايه ليفت ورايت يعني في ده انا عايز اعمل من ليفت هنا مسلا او من رايت قصدي راح يقول له كده رايت رايت قلت له يا عام انا ايه انا عايز بس فوق وتحت هقول له ايه تعالى كده راح اقل له كيف قال مسلا من خليها لي عشرين فكده عمل من الايه من فوق وتحت بس ما عملش ولا من الشمال ولا من ايه طب انا عايز هوريزونتل ايه رقم احدد ايه هوريزونتل وراح ما ادي له مسلا ايش ليه ايه من الحال ده ايه من هنا ومن هنا عايز اعمل هوريزونتل بس مش عايز اعمل خلاصة تدع حدد له ايه تدع حدد له المارجين بتاع طيب تعال ابقى نعمل ايه خلاص ماشي خلاص نفترض لهم مش عايزين لها من مارجين طالس طيب هنا الكلام بقى بتاع ايه هو اصلا فين من المسافة ما بين الكلام كده والغطر وال Mil والمسافة من الكلام اللي تحت انا ايه اللي هو هعمل لي دي اللي بتحكم فيها دي اللي هو هعمل لي ايه عشرين تعال كده نخلناها بدل عشرين اربناء عشان ت presses هتلاقي المساحة اللي هنا ايه اتغير ايه مسافة من هنا ومن هنا ايه ومن هنا ومن هنا كله ايه كله اتغير بالنسبالي اعلى ده اللي اتحكم فيها حاجة اسمها ايه? وانا برضو نفس الكلام ممكن اعمل من كل الاطراف. ممكن اعمل من ايه? من ايه? من ايه? من طرف واحد. عايز تتأكد انه وعب يعمل كده. فانا نفقد ان انا اخدت دي ستين. فص لقيت الكلام ايه? نزل سطر جديد ليه? لان لما جي اخد من هنا ستين. يبعد الكلام من هنا ستين. ومن هنا ستين لقى الكلام مش هيبقى في سطر واحد فراح نزل سطر ايه? سطر. ايه دي دي? انا بقدر اتحكم في ايه? في المسافة من الحد ايه? عن طريق والمسافة بين وبوردر والبيرنط عن طريق ايه? بتاعة. وانا احط لتاعة عادي ايه? هو بس ايه? هو عينة بس ايه? وانا ممكن ايه? بتاعة ده يبقى جوا عادي بس انا كده بحط لها بالنسبة لها كده هنا اخد من ثاني جزء اللي قال ايه? ايه? بس ايه? طيب انا احو انا عايزة احط كزا لجوان büyük حاجة فبيستخدم حاجة اسمها ايه حاجة اسمها كولوم وحدة اسمها رو طب ايه اللي يفرق بين الكولوم Grass الكولوم بيرتب الحاجات تحت بعضها والرو بيرتب الحاجات الجنب ايه جنب بعضالك لو زي ما هو صيار عندنا في الشاشة كده isso بيبتدي يحط تحتها تحتها ايه كومتون؟ طيب يبقى ايه اللي ممكن яلاقيها في الكولوم الاول اكيدna administrator انا عايزة احط ايه تحت? عايز احط ايه اللي جوان هيتحطه تحت بعض? يعني ممكن عايز احطه تلاتة بطن تحت بعض. يبقى ديوان اتنين تلاتة اربعة وهكذا زي ما انا عايز. دي عبارة عن الايه? من اللي هيتحط جوة ايه? جوة الايه? الكولوم بتاعي. طيب. طيب بقى. فيه عند اتنين. هو ده يعني معنى ان الاتجاه كده صح? يعني بتاع ايه? ان انا بطلع من فوق وبنزل ايه? من فوق اللي تحت. يبقى ده يسموه لايه? يبقى ده بتاعي. لما ان الاتجاه بتاع كده. يبقى الاتجاه كده بسمه ده بالنسبة للايه? للكولم. انا في حاجات تحت بعضها. يبقى بتاعي فين? اللي هو ده. والكروس انا عايز امره من يبقى كده. هيبقى على عكس الرو. الرو اصلا بيرتب الحاجات كده يبقى بتاعي هيبقى كده. هيبقى كده. هيبقى كده. راحز الفريق بس. بقى ايه? انت مرتب الحقيقة تحت بعض ولا ايه? ولا جانبها? عشان تحدد لو انت عامل في الكروس ولا عامل في المين? هيعمل يعني مسلا لو قلت له اعمل لي في المين اكسس او في دول على حسب بتاع الايه? طب لو قلت له في الكروس مسلا مسلا يبقى المفروض هيعمل له محازن ناحياد. قل له مسلا الروف ليه يبقى يعمل له محازن ناحياد لان انا بتكلم فين? الكروس. نامل مين بتكلم ان هنا طالع ونازل. نامل الكروس رايح كده وجاي كده. على عكس ما هنشوف الروح الروح اصلا بيرتم متران مختلف فهتلاقي المين والكروس بتاعه بايه? بيختلف عنه. اعلا نشوف مثال اهو. انا عندي ده حطيت ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. حطيت اربعة ايه? جوة بتاعي. اعلا نشوفهم اهو. ادي جوة بتاعي. رحت احطت جوة عشان ايه انا حطت عشان كده عشان عمال ابدو له جوة ايه? كنتينر. يبقى انا كده ايه? يبقى انا كده الكولوم جوة كام كنتينر ادي واحد اتنين تلاتة وده ما فيش اي كنتينر فيه. تمام? طيب. والكونتينر اصلا جوة اسمه ايه? انا كده اهو. ادي الكولوم اللي بتقعد اول واحد الكونتينر تاني كنتينر ثالث هنشوفه في اللي بعدها. طيب الكونتينر الاولين اذا انا حطت جوة هكتوب كزا وهو بدأت عمل له ايه? عمل له حطيت وبعد كده عملت له حاجة اسمها ايه? وعملت عشان مش عايزو يلدفل ايه? مش عشو. ده بالنسبة للايه? الاول تاني واحدة اهو دوله اللون بتاعك مش عارف كزا بدأت احط له ايه? الالوان بتاعتي وبدأت ايه? اتعامل معي. مايش? احنا اخدنا بس منهم ايه? اول مفروض انا بدل ما بدل ما احطهم كلهم واخد بس في السلايد بساعة كبيرة واخد اتنين منهم كمساة? دعا نشوف الكوتفة كله عشان تشوفهم ايه? تشوفهم على بعضهم. دعا لحاجة في المين بس راح اقول له ايه? انا خلاص اعملنا كده. باجه اقول له اعمل لي ايه? من الايه? بتاعي? اهو. بدأ يزيرهم ايه? تحت بعض. تعال انا نشوف الكود اللي انا اسا كنت بتتكلم فيه. هلع الكود بتاعه عادي. وهدي بتاعه. وهدي بتاعه. وهدي الايه? الباضي عملته عبارة عن كولوم. والكولوم ده ايه? بدأت اقول له ايه? الكروس اكسس يبقى انا ايه? كده او كده. الكروس اكسس قلت له اعمل لهم ايه سنت? فهتلاحز انه ايه? انه ان كلهم اعملهم محاذا في السنتر. عارف ازاي? تعال هنعمل مسلا كده. بص كده هيبقى من التكس ده. اهو. راح فين? راح في النحاء هذه. معناه ان كلهم اعملهم محاذا فين? معناه ان كلهم اعملهم محاذاة ناحية التاعي بمعنك هنا ده من انجليزي فالستارت بتاعته من الشمال. اللغة ستارت ده بيساوي ايه? لوانك الانجليزي. اللغة بيبقى مسلا ايه? بيبقى بالنسبة ليفت ايه? ليفت بالنسبة طيب. سوا هناك داك ستارت واند عشان في اللغات. لو انت مسلا عربي بيبقى بتاعك هيبقى ناحية التانية. لو انت انجليز يبقى على حسب اللغة بتاعتك بتاعك ايه? بيختلفك. بالنسبة. طيب ده الكروس. تعال نشوف مسلا الman access revealing. الman access alignment. الman access alignment. راح ايضpeوا به μεين ايه? مين اي اكسس العلم. دوت ايه? دوت سنتر. نسي تسمتره في النص. ما نعيللو ها الديف شمال التاع guests. تعال نقول له Original دي كده. بتلاقيهم نزلوا لايه? نزلوا لتاحت. نزلوا بالنسبة لي لايه? لتاحت. يبقى انا بتحكم في الايه? المين بيمعين كلهم في الحاجات تحت بعضها. يبقى انا بتحكم هم فوق ولا في النص ولا تاحت. يبقى الكروس. يبقى انا ممر عبل الكل. يبقى ايه? ولا ولا ايه? تعال نشوف بقى ده انا نضيف الايه? تعال انا نرجعهم تاني فوق عشان يبقى بالنسبة لنا. بدأت اضيف ايه? اهو بالنسبة لي. وروح تجاع اعمله ايه? اعمل لكل بقى ايه? هدي اول تاني ايه? تاني ايه? تانت ايه? ايه? انا حاطت جواء ايه? ادي كنتينر ودي كنتينر ودي اه اتكسد. تعال نشوف جوة كل واحد منهم ايه اللي موجود بذلك? ده انا حاطت ايه? ايه? عطيت له وحاطت جوة اهو. هنفتحه كده. قطت جواه اهو. حاطت جواه ايه? قطت جواه وعمل له و ايه? هنا انا لو نعحظ ان التاق ايه صغير شوية. يعني انا مش هعمل له هل نشوف الكنتينر التاني. اهو. وقاحتنا ايه? اعمل له ايه? حاطت جواه وحاطط له ايه? الخلار بتاعي عادي. وحاطت جواه بس مش هعمل له ايه? مش هعمل له غير ان انا محاذاة الايه? بس للايه? طبعا ممكن اضيف اي حاجة عادي بالنسبالي. عايز اضيف الامت رابع وحايل له ايه مسلا مسلا. هكتدي يقول لي ايه البرامترز بتاعتك? اه فعايز اعرف البرامترز راح اعيل له ايه? مسلا. احنا عايزين اهم حاجة بالنسبة لنا ايه? بتاعي. وراح اعيل له ان بتاعي كبارة عن ايه? والتيكست ده مسلا في ايه? حالو. حسنا. حالو مسلا. موبايل. نيبو عبوب. امان. وبدأ يعمل له ايه؟ تعال بقى نعمل له color مثلا وهذه color. مثلا مثلا وسيف. ماشا. عايزين بقى اللي تشوفو خد على قد التكست. انا عايز ويملقى الشاشة كلها. فهيجي بس في الوئس بتاعه وكده. او راح ايضا له ايه. حلين لأقصى عرض ايه ممكن بالنسبان وانسيف. هتلاقيه ما نلاقيه عرض الشاشة. انا الكلام عايز اددله ايه? عايز ادده مساحة شوية يعني ايه? اعمل مساحة ما بين الكلام والكونتينر. فطر ما اعمل مساحة ما بين الكلام والكونتينر يبقى شي حاجة اسمها ايه بقى? والبادي يقول بقى ايه بقى? ايه? 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 مسلا بقى اول. ونحن نديره مسلا ايه? عشرة. او بدأ يعمل لي يعمل لعشرة. هاليا مسلا بدأ لعشرة ثمستاشر. هنا بقى بدأ يعمل ايه? بدأ تعالى كمان ده انا عايز اغالله ده. وراح اهلو ده ستايل. افتدأ ونمتع عشان ما نعلمش نكتب كتير. راح اهلو تاكست ستايل. قد اديته فونت معين. ممكن ادي له كالر رأى. وراح ايض له ايه? كالرز. مسلا بوت. وايت. وما اقول وايت بيدي درجات كمان. واسيف. افتدأ ايه? 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 كالر رأولي الكلام بتاعي. افتدأ انا عايز بواي اخد نفس التاع بايته. فاعمل له حاجة اسمي يلا. عايز ابعزو عن البورداز. واستهبوا زي ما احنا هم يا شباب. واستهبوا من وحايلو نبسل كلام. ايه? 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 انا عايز من المشرفة ده ما احنا اخذنا. انا عايز مليمين شمال اذا انا عايز الايه? الهروزونتل. ورح نديله ايه? ورح نديله عشر. اه بدأ ايه? بدأ يعمله نفس الايه. طبعا نضيف اي عدد بقى من الكمبونت اللي دايما انت عايز طالما هياخده نفس الايه. هياخده وتحطه فيه. في احنا كده اخدنا الايه? انا ده قيداتي بالنسبة لان انا اتخاذ من الكلوم ان انا اتخاذ ده. لذا المعادة راح احط في الباضي واحدة احط كزا ايه مع بعض. زي لو انا عايز احطهم تحت بعض باستخدم. طب لو انا عايز احطهم جانب بعض باستخدم حاجة اسمها ايه بقى? استخدم حاجة اسمها الروم. تبقى الروم بقدر احط ايه جانب بعض. بحط هنا وهنا وهنا. يبقى المين بتاعي ايه اكسس اللي هو في انت? اللي هو في الاتجاه ده. طب الكروس عكس ايه وهم اتجاههم كده يبقى هو ايه? بتاعامل عليه اهو. ده الكروس. يبقى لو انت عايزت تتحكم في يبقى انت يا فوق يا تحت ايه? وطبعا زي الكولوم فيها ايه? فيها بتاعتها ايه? تعال همشوف مثال اهو. انا انا حطيت مجموعة من الكمبوننت بس هل بدل ما احطوهم تحت بعد احطتهم جانب ايه? جانب بقى. ايه. تعال انا اشوف الكود. اهو بدأت ايه? بدل ما هو نفس المسال اللي فايد بس بدل ما استخدم كولوم استخدمت حاجة اسمها ايه? نفس المسالة في المسالة. ده هتعط الايه? بتاعتي وابتدي اشتغل ايه? اشتغل عليك. طيب. تعال كده ان ايه? تعال نشوف كده. طيب. هنا بتكلم مسلا كمان عشان ايه? هنا ده الكولوم بتاعي. ماشي. اه احنا خلصنا الكولوم صح ايه. احب دل بس عشان نشوف المسال بتاعه اللي هو. هنا انا شيلت اصلا ما هيشت كله فما بعيش فيه جي او ايه فظهرت النسبة ليه? هو مش شايف اي حاجة اصلا هيعمل لودنج هيعمل لودنج مالعش اصلا ايه? ايه ايه? تعال نقول له بقى انا اخي انا شيلت الهاشم اللي اهو. بدأ يظهر لي ايه? تظهر تعال نشوف الكود اللي زهر حاجة ازاي كده. هو نفس الكود اللي فاد. بس انا رفت جاي ايه? نسيب الضولي نسيب البطن. انا بتلاقي ايه? انا كل اللي بعمله في بتاع الباضي. رفت جاي اهو. رفت جاي ايه? رفت جاي اعطي الزرور بتاعي. هنا في المسال بتاع الكولوم انا حطيت في الباضي ايه? في الباضي. ايه. حطيت في الباضي بتاعي اللي هو ايه? الكلام على طول. تعال انا عشان هممكن يشرح على الحطة دي. لاحز ان بتاعتهم بيضافة ده انا عايزة غير الباك جراوند بتاعتنا. كل اللي انا عمله رفت جاي ايه انا اعايز الكونتينر ده. رح يا ايه. الكلام ده انا عايز احط له ايه. رح يا ايه. 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 عامل له راب لايه? الكونتينر. ده رح حط لايه. بتاعنا مثلا خلي الباك جراوند بتاعتهم مسلا. مسلا. اي لون يعني. بس انا عجب صدح. مثلا. كده قدرت ايه قدرت احط ايه احط كالر ليهم ايه. كده قدرت احط كالر ليه? يبقى انا عشان احط له كالر هون وفوش خاصية الكلام. اعمل له على طول ساعة ما لقيتش فيه الخاصية دي اعمل له رايب ايه في كونتينر على طول. انا لقيتنا اللي هو في كالر فحطيته رايب ايه في كونتينر. هنا برضو زي المسال ايه. تعال نرجع بقى للمسال بتاعنا اللي هو الرو اصلا. انا لقيت ان احنا عايزون ان احط ايه? للرو باكجراند فرفت ايه اه? واخد الايه? بتاعه. هتلاقي ان امرتب جانب بعضها. انا عايز ايه? عايز اتحكمهم. ما كده في ده كده في وما ترتيبهم ايه? هدي واحدة جانبه واحدة واحدة. انا عطل ما عملهم في ده ايه? اه. 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 انا عايز احطهم في السنتر. راح اقيل له ايه? يا عمد انا عايز. اتطرهم لي في ايه? اتطرهم لي. في ايه? السنتر. في النسبة لي. ده المي الاجس. طيب ايفلت كمان انه ممكن اعرف في الخصائص بتاعته. ده فيه خصائص كمان يا حاجة اسمها سبيس ايه? سبيس بتوين مسحة. سيسيب مسافات ايه? مسافات بين الوزحهم على على كل المنطقة المتاحة وحط مسافات بينهم ايه? بينهم. هتلاقي مسلا ايه في حاجات هنا في ما فيش ستارت ويند ايه? ستارت ويند بس. ايه. كل واحدة منهم بتايه? بتبعي ده بتعمل تبعوت بينهم بطريقة ايه? بطريقة مختلفة ايه? كده بيعمل حوالين كل واحدة من جميع ايه? من جميع النواحد. لما هنا بيعمل ايه? ايه? مش حوالين. هتلاقي بين دي ودي بس اهو. بطوين. انا بين دي ودي ما بين. لاي اخر اتنين ما فيش ايه ايه. طيب بما ان ده الميه? طب بقى اكيد اكيد هعايز اعملهم منت فوق ومنت تحت والله. هو مش هيبان في دول لانهم دول اصلا مالين شاشة كلها. هيبان في الايه? في التيكست اللي محتوظ لوحدة. طبعا هنا اعمل معمول له يعني النازل اللي بزاحت خارسين فده انا قلت له كده. سهل? هتلاقيه طلع فوق. مطلعهم كلهم بس هم كلهم اصلا منين الشاشة فانت مش يعني ما اجيب لك مسلا ايه? هم اخدين حجم الشاشة كلها فانا انت مش باين من المزلق هم بتعملون فوق ولا سنتر ولا بزاحت. انما اتمنى ده بس. طيب ايه? اما عمل طول محازات فوق. طلع فوق. كان محازات في تحت. محازات في السنتر. هتلاقيه ايه? هتلاقيه? راح في ايه? راح في السنتر. نفس نفس بالزبط هون احطت بها ايه? احطت بها مجموعة من اهيه? وبدأت ايه? وبدأت اقول له ايه? ابتدي اقول له بالنسبة لي. اعمل ايه? اعمل ايه? اعمل كل الان. انا هنا حطه في عشان حطيت له بس انا مش حطيت له ايه? مش حطيت له ويتس خالص. تعالي نحط له مسلا ويتس. ورح اعلي له مسلا كهاز بضل دابل. هذا راح ترويج سنسا من. ايه? ده دوت في خط حجم الشاشة ايه? حجم الشاشة كلها? لا انا ممكن ايه? ممكن اعمل له زي ما هم التانيين ايه? معمولين مسلا. يدي اعمل له معجن. ده يزهر ايه? بيزهر بالنسبالي. انا هنا حطت له هايت وتقول له حطي لي الدفاعي بتاعه واخده لهم كلها بالاية. اوما عاطته له حطي لي عشان كده اختفى بالنسبالي. انا شيلت كل البرامتر ويزهر بحجمه الطبيعي. ايه? 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 بحجمه الطبيعي. كده بالنسبالي ايه? ايه? انا بالنسبالي انا خدت لايه? اخدت ازاي بي ايه? بيرتبوا الايه? بيرتبوا بتاعي او جوه الايه? الاسكافول ببضي بتاعي. وعرفنا ان كل واحد منهم بيشيل جوامل معامل ايه? من اللي صعب. عرفنا ان كل واحد في موقع. انا بقى بيقول ايه بقى? مشكلة الرو او مشكلة الرو مسلا بيرتب الحاجات جانب بعضها. فالحاجات عدت مالي الشاشة ومفروش حاجة سماس كرول. تمام? عشان كده بيطلع لك حاجة اسمها اوبر ايه اوبر فلو. لو انا مسلا الشاشة مسلا بتاخد بس تلاتة او تلاتة باطن جنب بعض كده. فانا حطيت اربعة هتلاقي حصل لي حاجة اسمها اوبر فلو ايه مسج. هيقول لي ده انت كده الشاشة مش وحدة الكمبوننت بتاعك. نفس الكلام لو لو انا عدت حط كومبوننت وكمبوننت ومالت الشاشة هيطلع لي اوبر ايه اوبر فلو. طيب. فيه براميتر كمان بيتحكم? لو تلاحظوا كده في المسال بتاع الكولوم بتاع او في المسال بتاع الرو. الكمبوننت ماخدتش ايه? ماخدتش شاشة كلها. فيها ببعض لاحيانة عايز اعمل دوزاين واقسم ايه? واقسم الكمبوننت اللي انا حطيتها ايه? انها تاخد اجزاء من الشاشة ايه? بالتساوي. وبرستخدم براميت على ح característه. سأدم حاجة اسمها ايه بقى? سأدم حاجة اسمها ايه? حاجة اسمها فليكس. ففينا على سبيل المسال الاربعة ايه? الاربعة الاربعة بتاعة انا عايزهم يملوا يملوا الشاشة بس انا عايز الايه? دي اتاخد ضيع في الاتنين. طب ايه? طبعا نشوف الكود اهو. بدأ يضيف لايه? قد الاولانية ضفها. كونتينر كولم عادي بس ايه? كل ما اجد اضيف بضيفه ايه? بضيفه في حاجة اسمها اكس باند. بدأ جيت في الكونتينر اهو. بدأ ما حطت الكونتينر عملت كمان بعد الكونتينر عملت حاجة اسمها ايه? لان انا احطي الكونتينر عشان اغير بالبانجراوند. فدي ما فيش مشكلة احنا كنا حطين كونتينر وحطين جواة تيكست اهو. فانا كل الفكرة بالنسبة للحطة اللي بالبانجراوند بتاع اللي هو الكونتينر ده انا عايزه ياخده ايه? ياخد بالتساوي. يعني بص كده هتلاقي دي كده. قد دي. قد دي. قد دي. ويتلاقي الحطة دي. دقافل ايه? دقافل دي. دقافل كل واحدة من دول. فازاي نعمل حاجة زي كده? اهو. انا قلت طالما عشان نعمل حاجة كده هستخدم. يبقى اي من دي. ودي. ودي. ودي هحطوهم في. هادي الاولانية حطيتها في. هادي التانية حطيتها في. هادي التالت حطيتها ايه? في اكس بانجي. السنة ما كملتش بقيتهم عشان ايه? عشان بس ايه مساحت الايه? مساحت الكلام بتاعي. وهاجي فيهم كلهم احط ايه? الاتريبيوتو اللي اسمه فليكس. لو انا عايزهم كلهم نفس الايه? نفس السايز بروح حاطت ايه? لو ما معسم الشاشة في المساحات المستوصية بروح حاطت الفليكس بواحدة. طب لو حاطت الفليكس باتنين. معناها ان في واحدة منهم كده هتبقى ضايفة الاتنين التانية. هو بروح عاملي بقى. ادي واحد واحد واحد. القصد ادي واحد واحد واتنين يبقى كده ايه? اربعة. يروح مقسم الشاشة الاربع ايه? اجزاء. ادي جزء هنا. جزء هنا وجزءين للايه? للكمبونة دي. تعالى نتوقي كده. تعالى نقفل بقى نقفل كولوم بتاعنا. وكده كده انا مش عايز بقى ولا رو ولا كولوم انا عايز استخدم الايه? اهو ملا الايه? ملا الشاشة بتاعتنا. تعالى كده اهو. خلاص انا مش عايز بقى انا عايز الكونتينر بس بتاعي دورة ايه? انا رفت جاي عندي كولوم وهو. حاطت فيه كم اكس بندد. دولة كم واحدة اربعة. لازم انا لقيه عندي كم اربع ايه? اربعة. كده انا رقيت الاربع اكس بندد. انا حاطت جوا واحدة. بص الاولية الفليكس التاحة بكام? واحد. التانية الفليكس التاحة بكام? باتنين. والتالتة هتلاقي الفليكس التاحة بكام? باتنين. لان اللي قولت واحدين ايه? واحدين مساحة دي. تمام? ودي هتلاقي الفليكس بتاحة بكام? بواحد. اهو. يبقى دي واحد. باتنين. تلاتة. تلاتة واتنين. خمسة. خمسة واحد كام? ستة. انا عندي ستة فليكسي. بقسم الشاشة دي لستة اجزاء. ادي لدي واحد. ودي لدي واحد. بقى اربعة. ادي لدي اتنين ودي لدي اتنين. اتخذ انا شيل كده مسلا وديته بواحد. بص كده غيره. وبعد كده استنتهى الخمس اماكن. ده هياخد كام? ده ياخد واحد. ده واحد ودي اخد كام? اتنين. طيب بفرد انا مسلا نخلي بهم كلهم بقى وحايد. انا بقسم الشاشة ايه الاربع اماكن الاربع ايه? انت بقسم. لا دي ادي دي ادي دي ادي دي. كلهم وحدين نفس الايه? نفس في النسبات. ده انا كده ايه بستخدمهم مسلا انا عايز اقسم الشاشة بتاعة الاربع اماكن متساوية او تلات اماكن متساوية احطوا في كل مجزء منهم حاجة. فبتدي اعمل ايه? بتدي اعمل حاجة زي كده. طب والرول كلهم اللي احنا نستخدمينهم في النساء اللي فات ده. فين زي بتاعنا? انت اول ما بتفتح بتاع الفيسبوك بتلاقي فوق هنا ايه? صور كده للناس بتاعتك بالاستوري بتاعتهم. فده ممكن يبقى روح وحطهم كده ايه جنبه بعض. رب وده بتلاقي بقى اسامي الناس اللي انت عايز تعمل بتاعها فتلاقيهم تحت بعض. فممكن راجع حاطتهم ايه? حاطتهم استخدم كلهم وحطهم كلهم تحت ايه? تحت بعض. بالنسبالة. كده احنا عارفنا بتعمل ايه? وعارفنا الايه? وعارفنا النسبالي بيعمل ايه? وعارفنا الكولوم بيعمل ايه? لو نلاحظ ان انا لو ماليت الكمبونت دول لو ماله الشاشة مش هقدر اسكرول عليه. انا اقول لسه عايز ان شواء دي مشكلة الكولوم بتاعتي ان انا لو حطيت كتير ايه? الكمبونت دي هتيجي الشاشة بتاعتي ايه? تتميلي هيدينا حاجة اسمها ايه? ايه? فانا عشان احل دي بابتدى احطهم في حاجة اسمها ايه? بابتدى احطهم في حاجة زي كده. عشان يقدر عليه. هنا مسلا انا اضفت كتير اهو. دي اللي كانت جوة بتاعتي زودتهم عادي. فبدأ ايه? بدأ بالنسباني يبتدي ايه? يبتدي ايه? يحط الايه? يحطهم مع بعض. طيب. تعال نشوف كده مساء عشان يوضح ايه? الموضوع ده. انا كل الفكرة هو دي الكونتينر اهو. فانا كنت احدث في الكونتينر ده كولوم. وبدأت احط كونتينر 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 كونتينر. فانا ايه? لو ماله الشاشة هيدي اررر فانا رحت كل اللي عملت ده لكم. فانا انا عملت لهم حاليا اسمها جوة ايه? جوة سنجل ايه. سكرول ديو. حالا نشوف مساء على الموضوع ده. اهو. لازح ده تمام. انا مش اعايد بص. بص. انا جيت ازود كونتينر كتير. ايه? الكونتين دي خدت مساحة ومساحة الشاشة في قدقت ايه? احطوهم في ايه? اهو بدأ بالنسبة لي احطوهم في ايه? تعال نجرب كده مسلا نخش عليه. على الكولوم مسلا. نيجي مسلا اخر واحد كنتينر ده. نلعو واحدين كونتينر كده. كده ما لسا ما لاشي الشاشة نزود كمان اثنين مثلا لحاجة. بتادي يديني ايه بقى ايه? بتادي يديني ايه? ايه? رحيني اعوزي يقول لك ايه انت بتزود على ايه? ده اللي انا بستخدم الكولوم بس من قدير ما استخدم اللي هو الايه? فقداني الارو ها. وده الارو اللي ايه طلع لنا في الكولوم العادي. طبعا نحله ازاي? نفتدي نحطه في ايه? زي ما احنا عملنا على ايه? نرجع بعد المشين ايه في الدخل الساعة مش عايزينه. نشغل ايه? وتعنا نشوف الكود في جوة. بحنا عشان نحل المشكلة دي حطونا في ايه? هتعمل له ايه? هتحط جوة ايه? اها. رح جاي ايه اللي حطو لي جوة بعد كده هتحط في عشان لو انا عايز نتحكم في زي ما هو ظاهر عندنا كده. عاملين له اهو. عشان كده ايه كولوم ما بلوش زي ما احنا قلنا فعملنا لو رايب جوة ايه? جوة في عشان نقدر متحكم في بتاعه. هذا متحكم في بتاعه. هتحط بتوع عادي جدا. ادي كونتينر ودي 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 كونتينر اهو. اهو. لعندنا دي كام واحد. ادي واحد اتنين تلاتة مربعة خمسة ستة سبعة عمينة. ادي واحد اتنين تلاتة مربعة خمسة ستة. سابعة كان. تمانية. هنزود واحدة وتشوف هتشوفها لأ. تعالى نزود تمامي. كونتينر. انا زوجته كونتينر اهو. تعالى نريد بتاعته عشان بس ايه. خليه مثلا. اهو راح نزود لي بايه? بتاعتنا اهي? هنو موباعيه. كده ايه? كده بنسبة لنا ايه? ايه? دي فايدته جدا. في ادني ان انا عايز اعمل ايه? ده زي اللي هو انا حاطت الايه? كل الناس اللي انا هكلمها فحطتها هنا في كولوم فانا ايه? هم عددهم اصلا هيعدي الشاشة بتاعتي. فانا عايز اعمل لهم فبدل ما حطوهم في كولوم بس فقفت عاملهم في كولوم وعمل لها ايه? بتاعتي فانا كده اقدر ايه? اقدر اتحكم بحاجة زي كده. تعال نشوف الكمبوننت اللي بعد كده. هنا الكمبوننت اللي بعد كده اللي هي انا مش عايز احط ايه? حاجات تحت ايه جنب بعض تحت بعض ولا ايه? ولا جنب بعض. ما عايز احطوهم فوق ايه? فوق بعض. فانا في المسال ده مسلا انا احطت ايه صورة? والصورة احطت عليها ايه? اقدت عليها كنتينر والكنتينر عليه ايه? عليه تاكست. فعشان اعمل حاجة زي كده بستخدم حاجة اسمها استاك. استاك دي بيقول لك ايه بقى? لنها بتكنتين ايه? بتكنتين كومبوننت وانت بتبقي تحطهم ايه? طب على فوق بعض. ما? طب مين بقى? اول كومبوننت بتحطها هي اللي بتبقى تحت. بعد كده بتأخر كومبوننت بتحطها هي اللي بتبقى بفوق. يعني انا في المسال انا حاطت ايه? اول واحدة حاطتها الصورة وبعدين حاطت الكونتينر. تعالوا نشوف نسال كده بيوضح لنا الموضوع ده كده. نقفل بقى اللي ايه? اللي هو ده. ونشغل ايه? الستاك. وهنا هو عشان بس انا بقول له هاتل الصورة دي من نيتورك على ما عمل لها من ايه? من اللينك بتاعتي. تطين اهو. تعالوا مشوف اهو. انا استخدمت ايه? انا استخدمت سكافولد اهو البادي بتاعه اهو بدل مفتل كومبوننت بس مستخدم ايه? والاستاك ده قضي جوة ايه? جوة اتنين كومبوننت بس. دي حاجات بس انا بها ايه اشان كبتاكات الكرام تاني. فتعالا نشوف كده. اهو. بدأ تقول له ايه? ايه من جو? وهاتلي الايه? وهاتحالي من الايه? من النيتورك. تعالى نجرب كده لو احنا بدلنا نتورك راح اقيل له ايه? تعالى نهايش. الجوز بتاع النيتورك ده. وناخد ايه ايه? هاتحالي من اسيتس. بولدر. بس كومة. يعني بقى ايه? واصل الكمبوننت ببعضها. شيل بقى الانسولة انا عايزة بتاعها. ايه? اعمل للصورة بتاعتي لان انا حطت الصورة اسمه ايه? اهو. طالما زي ما احنا اخدنا قبل كده طالما احطيتها في الفولدر اللي اسمه اسيت. لازم انا اجي في دوت يعمل اقول له ان انا عندي صورة اسمها ايه? اسمها فوتوان دوت ايه? دوت جي بي جي. او دوت دي نجي على حسب ما انا حطت الصورة بتاعتي. وجد حطيت ايه? حطيت هنا تيكست ايه? او الصورة. تعالى نجرب نحط مسلا حاجة تانية. تلاقي بتزهر ايه? تعالى نجرب بدون ما نحط مسلا تيكست. تحط مسلا تاني كمان. اهو. تلاقي ايه ازهر فوق ده. اهو. كل ما تحط حاجة هتلاقي تزهر فوق ايه? فوق بعضها. بده ببيستخدمه مسلا لو انا عايز بحط حاجات ايه? ارسم مسلا حاجات فوق بعضها فبيستخدم من ايه? بتاعي. عاستو اعمل مسلا خلفيها صورة وتحط عالصورة كلام فانت اعترف مستخدم تقول له ايه? هذه الخلفيها صورة هي وتستطيع تحط ال ايه? الكلام بتاعك يقدر يظهر بالنسبة لها. بده بالنسبة للايه? للي بعضها جدا ليه الستاك. خيط. في حاجة كمان مهمة جدا بالنسبة لنا. حاجة اسمها دائما حاول انت بتستعدل في في اسمه ده في بتاعتك او بتاعك حاول تحطه جوا سيف اريا. ليه جوا سيف اريا? لان فيه بعض الموبايلات يعني ايه سيف اريا اصلا? بص كده. ده هوا مفيش فيه سيف اريا. بعض الموبايلات الجادة في حاجة اسمها هنا. الناطش ممكن ياخد مساحة كبيرة. وبتلاقي الكلام بقى تحت الايه? بقى تحت ده. طيب. ده ليه لان ان انا وانا بستغرب من الفلاترة مش عامل حاجة اسمها سيف اريا. انا عايز اقول له ايه? اه بتاعي طالما الموبايل ده فيه ناشة كده زي كده. فانت ايه? فانت روح جايب يستخدم بتاعك بداية من اين? من الحتة دي. فطبعا اشان لو فيه بعض البطنز اللي هي بتزهر تحت كده. خلي بتاعك يزهر من اين? بعد البطنز فالشان كده يا رب اروح لو انا حطيته بوصيف اريا. انا كده حاميت بتاعي ان انا ايه? ان انا اي حاجة تستخدمها تحت الايه? تحت الموضوع ده. انت ممكن انت حط وانت بتحقق تقولي حط السيف اريا انت تحدد الواحدة او ممكن انت تسيبه هو ايه? وهو يبتدي ايه? يحدد يحدد طيب هنا انا انا عملته واحد يقول لي طبعا طبعا انا كده ايه? في المسال ده انا هبقى محتاجة احط فوق وتحت بس طبعا. انت ليه حاطط لي هوم الدينيو سمحيان انا احط بعد. عشان لو انت عملت. عشان لو انت عملت بتاعها هيبقى ايه? هيبقى وال وتحت دا بقى في ذا هيبقى ايه? دا بقى بقى ازايق هنا في الحتة دي. عشان كده ايه? اقدر استخدم ايه? اقدر اقدر كمان لو انا عملت انا عايز اعمل ايه? انا انا بقول له البطلاق برضو حالة موجودة بالزبط بالنسبة له. عشانا استخدم بتدي اقول له ايه اهو. انا عايز اعمل ببتدي احدد له ايه انت عاستعمل سيف اريا فينك انا بقول له ايه? ببتدي ايه? ببتدي ايه? ببتدي اشتغل ايه بالنسبة لي مش عايزين سيف اريا في الرايت ولا في الليف. ودي اهو. هنا بص كده مثلا هو بيوضح ايه? لو ما فيش سيف اريا بص كده الايكونة بتاعت ستلعت فين? تلعت دخل بتحت الايه? تحت النتش. وهنا مسلا كمان هو? لو هنا لو انا اقل له برضو ما فيه سيف اريا بتلاقيها دخلت في حتي الايه تحت كمان النوتفيكيشن بار مش في حتي بتحت النتش بس كمان. لو في كده زائر هنا بتتخش تحت. انا لما بتدي اقول له حطيلي سيف اريا بص كده هتلاقي ان انا ايه? ابتدت ايه? ابتدت تنزل تحت تاخد مساحة كده. او زي في المسال ده ابتدت تنزل تحت الايه. تحت بالنسبة لي. انا ممكن كمان احدد الايه المينموم ايه او الوانس بتاها هو يستيدي يشوف ايه المتاح ويستيدي يحط ايه الواحدة. طيب ده بالنسبة للايه? على كده بقى لو احنا عايزين نجمع بعض الحاجات اللي احنا استخدمناها دي اتنا جمعها في ايه? في ابليكيشن. على هنا ايه? دي عايزين نعمل صفحة او صفحة عادية. فاحنا كده ايه? نلاحز كده نشوف ايه الكمبوننت اللي احنا نستخدمها. استخدمنا من المرة اللي فاتت استخدمنا البطن. استخدمنا مسلا الايه? استخدمنا ايه كمان? انا هنا في المسال ده انا حاطت الحاجات تحت بعض فبدأت احطوهم في كولوم. اه استخدمنا الايه? الايكونز هي انا حاطت ايكونز. انا كلمتين دول والبطن جانب بعض فحطتهم فروغ. انا هنشوف كده الكود بالنسبة لنا اهو. بدأت استخدم انا استخدم عادي وجدت حطيت الكمبوننت في السنتر والدول مسلا. بعد كده اقول له بتاعك ايه? ادي كونتينر اهو. وانا رحت ايه? ده لو هو انا عايز احط ايه? عايز احط لوجو هنا كمان. في الحتة دي تحت هنا. فاكده اقول له ايه بتاديت اقول له ان انا عايز ايه? لوجو بس احنا في المسال ده ما حطناش لوجو بتاعتنا. فاحنا عايزين نحط لوجو هنحطها عادي ما بيش مشكلة بالنسبة لي. اجيب الصورة بتاعتها وبتالي اضيفها عادي. زهر هنا صورة ايه? فوق الكلام ده. انا بدأت اضيف له ايه? انا قلت له هو عادي جدا. طيب انا اعمل له ديكوريشن وهو هتلاقي فيه حواليه. اهو. وعملت له هلاقي كمان انا عملت ايه? حاجة اسمها ايكون. ايكون ده الصورة اللي بتزهر ايه? الايكونة اللي بتزهر جمع التكست ده. وراحتي حدقيت له ايه انت انت انتر ايه انتر يو ايميل. هنشوف الجزء التاني برضو ايه? عملت له ايه? اعملت له حاجة اسمها ايكون اللي هو ايه? لو انا دست على الزرارة ده يزهر الباسورد ده اللي انا ما دستش عليه بس انا واعملت ما افعلتش الايه? بتاعها. وبعد كده لو احنا نيجي عنا ناخد ازاي نتعامل ان هي عبتدى فعل ايه? بتاعها ان هيعمل بالنسبة لي. خيب. جيت بعد كده وقت عامل الزرارة اهو. جيت بعد كده في النهاية انا عايز اضيف دول فالدولة عبارة عن ايه? جيت الخطوة اللي بعد كده المفروض ده. ده كده اللي هيتضف في اللي بعد كده في عبارة عن ايه? عبارة عن رو. والرو ده في كم حاجة? ايه? وفي ايه? باطل. ففيه عبارة عن تيكست. وتيكست ايه? باطل. تعال نشوف كده مسلا ايه? المسال بتاع الايه? بتاع اللوجن. اهو? يبقى هنا اهو انا بيقول الحاجات بتاعت اهيه. انا ايه? لو انا عايز اضيف ايه? دي الكمبوننت بتاعت ده ما احنا قلنا. بتاع انا ايه? بتاعنا نشوف كده الكود بتاع الايه? بتاع اللوجن بالنسبة لي. انا بس نهايش الكلام ده كله. انا بدا يدف لي الكلام. احنا نشوف كده انا الهند تاكست. احنا كده يزهب الهند تاكست اهو. اليميل وزهر اليميل وهذه الباشورد نفس الكلام. وده الزرار او. ده الفي لايطبات مبارد ونفس الكلام. طيب. لو انا قيت مسلا عايز ايه? عايز تعال ناخد الصورة اللي في الاستاك دي. اهي. بين الصورة بتاعتي. نحن احضنها ايه? حطينها عندنا. ده الكنتينر بتاعي. نحن انتفق بين اللوجن عود. نروح ايه لأول حاجة احضت لي ايه? في الصورة. ده لو انا عايز احط ايه? عايز احط مسلا اللوجو بتاعي هنا وبعد كدر اكمل ايه? كمل طبعا ايه ممكن احط ده عشان ادنى اتبارات حشوية مسلا ممكن احط مارج ايج لوت مسلا خلها في نسلا عشرين زيهم ببعد نفس اليميل واليوم ايه? كده ايه? كده ده بتاعي وصفحة اللوجو. ايه? وانا كده بالنسبة لي ايه? بالنسبة لي. طبعا المسلا اللي انا عامل دي والحاجات هتعدي الشاشة فبروحات ايه? وما نيجي ناخد مسلا هنطبق هنا انا بنعمل صفحة وصفحة نشوف ايه? نشوف الحاجات دي كلها. انا بس حبيتها ايه? حبيتها اجمع لكم اكتر من مع بعضها. احنا كده استخدمنا ده اهو. طب جوة للجواة. والبادي بتاعي. طب الاب بار احنا عارفينه. هيبقى جواة. طب البادي بتاعي اعمل صنطة عشان ما يبقى الشاشة. وحطت كولم. ادي الحاجات كلها مترتبة تحت بعضها. ادي هنا دي وبعدين بعد. فروح تعامل كولم. انا نشوف اللي جوة كولم. رح تقيل لأييه? ادي اللي فيه الصورة. ادي اللي فيه التيكست فيل. ادي اللي فيه اللي فيه وادي هنا اللي فيه ايه? كده ده ما فيش مشكلة. اللي في مشكلة اللي علي فيه اكتر من الشايild اللي هو الايه? الرو ده راح تفتح اهو. تلاقي عبارة عن ايه بص كده. تلاقي دي اللي عبارة عن ايه? ومن انت ايه? دايما تاخد بالك وانت بتكتب الكود ان انت تحاول تحط ايه? لو انت فتحت ده تروح اقفله. عشان بعد كده اي حاجة تتحطي جوه. هو حتى في ميزة في فعملية بتاع الوطر بيبتدي يديك ايه? يديك كومنت كده يقول لك ده ده نهاية ده نهاية مش عارف ده ده مسلا نهاية ايه? نهاية نهاية السنتر. بيبتدي يقول لك ايه? ده نهاية كل واحدة عشان تعرف من الكوز ده نهاية كده. فلو فيه ارور هتلاقي الدنيا بالنسبة لك ايه? تقدر كمان تتعرف ايه? هنا حتى بقول لك ده نهاية بتاعتي اللي انا اخدها. تتسير تفهم ايه? تفهم الموضوع بالنسبة لي. كده نكون هنا محاضرة بتاعة النهاردة. تكلمنا فيها عن ايه? يعني دي المفهود تكون اه دي المحاضرة دي هي الجزء التاني من المحاضرة اللي انا نزلت الفيديو بتاعها. بكده ايه? نكون تكلمنا عن معزنة حاجات بتاعة اللي ايه قوت. مفهود بداية من المحاضرة اللي جاية هنكمل شوية في بعض الحاجات في اللي ايه قوت برضو او في ال ايه? في ال الاساسية اللي موجودة عامدنا. بعد كده نخش في الايه? في الجزء اللي بقى لكده بالنسبة. يا رب تكون ناس كلها فهمة لو ما فيش لو في حد عنده ايه سئال ممكن اكتبلي في الكومنت او ممكن ايه? يسألني علي في المحاضرة اللي جاي. التوفيق يا شباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.